اشتركوا في القناة والفرع الثاني المساحة بالميزانية والفرع الثاني المباني والمنشآت والفرع الثالث الالات والمعدات السقيلة نتكلم النهاردة في المساحة بالميزانية وناخد اول درس النهاردة وبعنوان الميزانية حد يسألنا وقولنا يعني ايه ميزانية ايه هي الميزانية الميزانية لما حديد يقولك كده يعني ايه ميزانية وانت طالب في الصف الثالث متخصص قسم استصلاح الاراضي وده من لب تخصصك الميزانية هي علم وفن وعندما يقترن الفن بالعلم اكيد هتطلع شغل محترم شغل كويس جدا شغل يدل على انك راجل مش مجرد فن مساحة لا انت راجل مهندس مساحة الميزانية زي ما قلنا هي علم وفن يبحث في ايجاد مقدار ارتفاعات وانخفاضات النقط يعني الميزانية في الاساس بتبحث في قياس الابعاد الرأسية بين الارتفاعات والانخفاضات ده معنى الميزانية الميزانية لها عدة اقراض ما الغرض من استخدام الميزانية انت بتستخدمها ليه او ما هو دور الميزانية في الانتاج الزراعي الميزانية بتقدر تفيدني بايه في الانتاج الزراعي الميزانية لها عدة اقراض لها عدة ادوار اول حاجة دراسة طبيعة سطح الارض اذا الميزانية باستخدمها في دراسة طبيعة سطح الارض تبني بادرس طبيعة الارض ازاي؟ بادرس طبيعة الارض لمعرفة مواقع الارتفاعات والانخفاضات بقى دي اول نقطة فيما تستخدم؟ مدور الميزانية؟ دراسة طبيعة سطح الارض لمعرفة مواقع الارتفاعات ومواقع الانخفاضات ايه كمان؟ ايضا باستخدم الميزانية في ان انا اعين منسوب اي نقطة في الطبيعة استخدمها في تعيين منسوب اي نقطة في الطبيعة ايضا من ادوار الميزانية وهو عمل قطاعات طولية لانشاء الترع والمصارف بعمل قطاعات طولية عشان اقدر انشئ ترع مصرف جسور يبقى ده تالت غرض الميزانية طب والغرض الرابع او الدور الرابع بعمل قطاعات عرضية لانشاء ها ركز معي كده لانشاء وترمين الترع المصارف الطرق ده رابع دور من ادوار الميزانية الدور الخامس للميزانية وهو حساب مكعبات الحفر والردم اللازمة لتسويت الاراضي انت عندك حتة ارض فيها عالي وفيها واطل محتاج تسويها يبقى انت هتجي تعمل العالي ايه هشيل من العالي طب والمنخفض او الوقت تعمل في ايه هردم يبقى انت عملت عمليتين حفر وردم يبقى حساب مكعبات الحفر والردم لقطعة ارض يرد تسويتها عمل خرائط كنتورية لتحديد الطرق والخرائط الكنتورية بيعملها ايضا عشان عملية تسوية سواء كان تسوية افقية او توسوية مائلة اخيرا تنفيذ بعض المشروعات الهندسية من اعمال طرع ومصارف اذا السبع نقاط اللي قلناهم دول دور الميزانية في الانتاج الزراعي اذا لم يجي اقولك ما هو دور الميزانية في الانتاج الزراعي فيما تستخدم الميزانية اغراض الميزانية اقوله ايه اقوله واحد دراسة طبيعة سطح الارض اللي معرفة مواقع الارتفاعات والانكفاضات اتنين تعيين منسوب اي نقطة في الطبيعة اقدر من خلال ميزانية اعين منسوب اي نقطة في الطبيعة تلاتة اقدر اعمل قطاعات طولية عشان انشأ طرعة او مصرف اقدر اعمل قطاعات عرضية عشان انشأ او اطهر طرعة مصرف طريق ايضا بنعمل خرائط كنتورية عشان اقوم بعملية تحديد الطرق واسوي الارض سواء كان تسوية افقية او تسوية مائلة ايضا احسب مكعبات الحفر والردم وزي ما قلنا باحسب مكعبات الحفر والردم لقطة ارض انت عايز سويها بما ان فيها من ارتفاعات وانخفاضات فاكيد هتحسب انت هتحفر كم متر وهتحسب هتردم كم متر يبقى انت شغلك كله مبني على اسس علمية تقدر تنفذ من خلال الميزانية المشاريع الهندسية ممكن يقولك سؤال تستخدم الميزانية في قياس الابعاد نقط تقول لي بقى ابعاد ايه؟ لا ترى ابعاد افقية ولا ابعاد رأسية ولا ابعاد افقية ورأسية؟ لا ابعاد رأسية اذا في الاساس تستخدم الميزانية في قياس الابعاد الرأسية اذا عرفنا مع بعض يعني ايه ميزانية؟ ايه هو دورها في الانتاج الزراعي؟ طيب في تعريفات خاصة بالميزانية لابد تكون مولين بيها وعرفها زي ايه التعريفات دي؟ اول تعريف عندنا هو السطح المستوي يعني ايه السطح المستوي؟ نبص كده مع بعض على الشريحة لقدامنا السطح المستوي هو سطح عمودي جميع نقطه على اتجاه الجاذبية الارضية كل السطح بتاعي نقط السطح كلها على اتجاه الجاذبية الارضية يعني بص كده معي لو انا وردتك حاجة زي كده ده سطح المستوي ده سطح المستوي لو انا رميت كده لو وقع مني كده وقع جزءه جزء منه ولا كل السطح وقع لا ده كل وقع ليه؟ وقع بفعل الجاذبية الارضية يبه هنا هذا السطح المستوي سطح جميع نقطه عمودي على اتجاه الجاذبية الارضية زي ممكن تخيل زي سطح بركة بحيرة ده راكد بتكون مية راكدة تبقى مستوية وكل نقطة فيها عمودي على تجاه الجاذبية الارضية ده سطح المستوي تعريف اخر من تعريفات المهمة عندي تعريف مستوى المقارنة يعني ايه مستوى المقارنة؟ ايه هو مستوى المقارنة؟ هو المستوى الذي ينسب اليه او الذي يقص منه ارتفاعات وانخفاضات النقط اذا هو المستوى الذي تنسب اليه ارتفاعات وانخفاضات النقط على سطح الارض ويكون منسوب صفر في ميناء الاسكندري اللي هو البحر الابيض المتواصل طيب خليكم معايا السطح المستوى المقارنة ممكن اقول عليه هو المستوى الذي يقاص منهم هو المستوى الذي يقاص منه الارتفاعات وانخفاضات يبقى هو المستوى الذي يقاص منه ارتفاعات وانخفاضات النقط هذا المستوى منسوب صفر في الميناء الشرق بالاسكندري وقلنا ليه الميناء الشرق بالاسكندرية لان احنا اسنا مستوى المقارنة في الميناء الشرق بالاسكندرية عام 1898 تم قياسه والحصول على مجموعة من الارصادات لمدة 8 سنوات وكان مستوى المقارنة بالنسبة لمصر بيساوي صفر ولان كل دولة بتتخذ لها مستوى مقارنة مختلف عن الدولة الاخرى لكن هذا المستوى منسوبه في مصر كان صفر صفر وتم رصده فين؟ تم رصده في ميناء الشرق بالاسكندرية اللي هو ناحية البحر الابيض المتوسط ممكن اتقالك سؤال اقولك ساح ام خطأ يقاص مستوى المقارنة في البحر الاحمر ها من يقول لي؟ اه يبقى يقاص مستوى المقارنة في البحر الاحمر خطأ ليه؟ لأنه هو بيقاص في البحر الابيض المتوسط ده تعريف مستوى المقارنة التعريف الثالث اللي هو منسوب النقطة من تعريفات المهمة لم يجوا قولي ايه هو منسوب النقطة نبص مع بعض كده على الشريحة قدامنا هو مقدار ارتفاعات وانخفاضات النقطة عن مستوى المقارنة يبقى النقطة دي بترتفع أو تنخفض عن مستوى المقارنة طيب النقطة دي موجودة فين؟ موجودة على سطح الارض طيب ويكون منسوب النقطة ها ركز ما في حتة اللي جاية دي بقى ويكون منسوب النقطة موجب اذا كانت مرتفعة وسالب اذا كانت منخفضة عن مستوى ايه المقارنة يبقى لو النقطة دي فوق المستوى تبقى بالموجب لو تحت المستوى تبقى بالايه بالسالب يبقى لما نجي نقول ايه هي او ايه هو منسوب النقطة بقوله هو مقدار ارتفاعات وانخفاضات النقط عن مستوى المقارنة ويكون منسوب النقطة موجب إذا كانت مرتفعة وسالب إذا كانت منخفضة يبقى لو نقطة فوق المستوى بتبقى موجب ولو تحت المستوى تبقى بالإيه؟ بالسالب لو عن مستوى نفسه كلنا عارفين أن المستوى نفسه بيساوي إيه؟ صفر يبقى ده تعريفات خاصة بالميزانية مهمة جدا حبيبي لازم تكون عارف التعريفات دي لأنها من الموضوعات المهمة اللي هيتبني عليها شغلك في الميزانية بعد كده إذن بنقول تعريفات مهمة زي السطح المستوى زي مستوى المقارنة زي منسوب النقطة إذن السطح المستوى هو سطح عمودي جميع نقطة على اتجاه الجاذبية الأرضية ده سطح المستوي طب مستوى المقارنة شوف أنت ممكن تقول هو المستوى الذي تنسب إليه ارتفاعات وانخفاضات النقط على سطح الأرض كلام جميل وممكن تقول هو المستوى الذي يقاس منه ارتفاعات وانخفاضات النقط يبقى ده المستوى ده من عنده أقضى رئيس الارتفاعات ومن عنده أقضى رئيس الارتفاعات منسوبه كام؟ منسوبه صفر طب منسوبه صفر فين؟ في ميناء الإسكندرية اش معنى قلت ميناء الإسكندرية؟ لأن احنا قسنا مستوى المقارنة في الميناء الشرقي بالإسكندرية سنة 1898 طلع مستوى المقارنة بيسوي صفر وهنا اتخذ مستوى المقارنة لأمهورية مصر العربية منسوبه صفر التعريف الأخير بقى اللي احنا قلناه بينعده تاني عشان من الحاجات المهمة اللي هو منسوب النقطة ايه هو منسوب النقطة؟ قلنا هو مقدار ارتفاعات وانخفاضات النقط مقدار ارتفاعات وانخفاضات النقط النقطة دي موجودة فين؟ موجودة على سطح الأرض بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمستوى المقارنة ويكون منسوب النقطة موجب اذا كانت فوق المستوى وبالسالب اذا كانت تحت الايه المستوى يعني لو فوق المستوى 8 متر تقول موجب 8 لو تحت المستوى 6 متر تقول سالب 6 تمام؟ اذا دول التلات تعريفات اللي بنقول عليهم تعريفات مهمة جدا في الميزانية عرفنا يعني ايه ميزانية؟ عرفنا اغراض الميزانية او دورها في الانتاج الزراعي؟ قلنا تعريفات الخاصة بالميزانية؟ نيجي لتعريف مهم اخر وعنوان مهم اللي هو الروبيرات والروبيرات ممكن نطلق عليها اسم تاني شائع بنسميها علامات المناسيب الروبيرات دي لما تلاقي كده عندك حد كده في عند بيتكو كده وفي الشارع بيعمل مجاري وطبعا هيعمل شبكة مجاري والشبكة دي لابد كلها انحضارات معينة اذا هنا هيسلسل ميزانية اذا عشان اشتغل لابد يكون عندي نقطة معلومة منسوب معلوم اقدر اسلسل منه الميزانية طيب اذا ايه هي الروبيرات او ايه هي علامات المناسيب هي علامات معدنية اه معدنية يعني معمولة منجر حديد كلام جميل علامات معدنية سابتة يبقى معدنية سابتة مش هتتغير مش هتتحرك علامات معدنية سابتة وضعتها مصلحة المساحة يبقى مين اللي هيحطها؟ مصلحة المساحة هتحطها فين؟ هتحطها في الطبيعة ليه استرشادا بها في عمل الميزانية إذن عشان تعمل ميزانية والسلسل ميزانية لابد يكون عندك نمرة واحد نمبر وين يكون عندك روبير معلوم أنت عارفه إذن الربيرات علامات المناسيب نقطة الربير كلها مسميات هي علامات معدنية سابتة وضعتها مصلحة المساحة في الطبيعة استرشادا بها في عمل ميزانية عشان أقدر أعمل الميزانية من خلال الربير طيب هتقول لي هي الربيرات دي يعني أجيبها إزاي أعرفها إزاي نقول مع بعض الربيرات نعرفها إزاي ونجيبها إزاي من خلال حاجتين دفتر للربيرات وخريطة للربيرات يبقى مصلحة المساحة لما حتت الربيرات دي في الطبيعة حتتها وعملت عندي مستند من خلاله أقدر أرجع لأماكن الربيرات زي دفتر الربيرات وخريطة الربيرات الدفتر والخريطة بيبينولي موقع الربير موجود فيه وبناء عليه أبدأ أسلسل من خلاله الميزانية يبقى إحنا عرفنا هنستدل على مواقع الربيرات إزاي من خلال دفتر الربيرات وخريطة الربيرات كلام جميل طيب هي الربيرات دي متتحطت إزاي يعني مصلحة المساحة حطتها إزاي مصلحة المساحة راح أتمقسم المناطق إلى تلاتة عندي مدينة منطقة سكنية يبقى بنسميها مدينة وعندي أرض زراعية وعندي أراضي صحراوية حتت الربيرات دي على مسافة بتتروحنا بين نص لأربعة كيلو يبقى مسافات اللي وضعت عليها الربيرات في الطبيعة من نص لأربعة نبدأ نشوف طب في المدينة بتتحط كل قدين بتتحط كل نص كيلو متر مربع ربير لأنك إنت عارف المدينة بها شبكة طرق بها شبكة مجاري فمحتاج في كل مكان أعمل طريق أو أعمل مواسير مجاري أو مواسير صرف أو خلافه لابد تكون عندي ربير ولابد تكون الربيرات هنا قريبة لبعض يبقى كل نص كيلو متر مربع في المدينة هتلاقي ربير طيب والأرض الزراعية منت عايز أعمل مثلا نصرف المغطة في الأرض الزراعية ها يبقى في الأرض الزراعية بتتحط كل قدين بتتحط كل اتنين كيلو متر مربع طب في الطرق الصحراوية بتنحط من ثلاثة لأربعة يعني ممكن ثلاثة وممكن أربعة إذن هنا ممكن أقولك سؤال بين كيف يتنت وزيع الربيرات في الطبيعة أنت بتحطها في الطبيعة إزاي هتقول توضع الربيرات على مسافة بتتراوح ما بين نص إلى أربعة كيلو تقولي نمرة واحد كل نص كيلو متر مربع في المدينة نمرة اتنين كل اتنين كيلو متر مربع في الأرض الزراعية نمرة تلاتة كل تلاتة أو أربعة كيلو متر مربع في الطرق الصحراوية يبقى يا حبايبي عرفنا إحنا أو مصلحة المساحة بتحط الربيرات أو بتوزعها في الطبيعة إزاي؟ لأن ممكن أجيبها لك في صورة أكمل توضع الربيرات في المدن كل نقط كيلو متر بينما توضع في الأرض الزراعية كل نقط كيلو متر وتوضع في الطرق الصحراوية كل نقط يبقى لابد تكون أنت عارف أن الربيرات توضع في المدن كل نصف كيلو متر مربع بينما في الأرض الزراعية كل اتنين كيلو متر مربع بينما في الطرق الصحراوية كل تلاتة أو أربعة كيلو متر مربع طيب يبقى إحنا عرفنا؟ يعني إيه ربير؟ يعني إيه علامات المناسب؟ يعني إيه نقطة ربير؟ يعني علامة معدنية إذا معمولة من الحديد سابتة إذا ما بتتحركش علامة معدنية سابتة وضعتها مصلحة المساحة يبقى مصلحة المساحة هي اللي هتحط الربيرات في الطبيعة ليه؟ استرشيادا بها في عمل الميزانية هنا ممكن أقولك علم أو لماذا استعملت مصلحة المساحة الربيرات؟ هي استعملتها ليه؟ تقولي استرشادا بها في عمل الميزانية كلام جميل وقلنا بتتوزع إزاي نصف المدن اتنين في الأرض الزراعية ثلاثة لأربعة في الطرق الصحراوية إيه أنواعها؟ إيه أنواع الربيرات ديها؟ أنواع الربيرات نعين عندي ربيرات حائط وربيرات أرضي ها ركز كلا معي ربيرات ربير حائط وربير أرضي طب الربير الحائط وإحنا قلنا عليه حائط ليه؟ أكيد كده بالبديه كده هنحطه فين؟ هنحطه في الحائط على الحيطة طب يا ترى على أي حيطة؟ ولا على حوائط معينة؟ لا طبعا هنحطه في حوائط الحكومية السابتة وإنت عارف أن الحيطة الحكومية صعب تتهد هنحطه على كوبري هنحط على أنترة يبقى إذن ربير الحوائط بتسبك على الحوائط السابتة زي الحوائط الحكومية وبتبقى على ارتفاع من الأرض خمسة متر توضع في الحائط على ارتفاع خمسة متر ده ربير الحائط طب ربير الحائط منه نوعين درجة أولى ودرجة تانية درجة أولى ودرجة تانية طب نبص كده معايا كده في الشراح قدامنا ديقة هنا كده زي ما قلنا كده نراجع مع بعض بسرعة الروبيرات أو علامات المناسيب علامات معدنية سابتة وضعتها مصلحة المساحة في الطبيعة استرشادا بها في عمل الميزانية وتوزع في الطبيعة كالآتي كل نص كيلو متر مربع في المدن كل اثنين كيلو متر مربع في الأرض الزراعية كل ثلاثة لأربعة كيلو متر في الطرق الصحراوية إذن إحنا عرفنا إزاي بتتوزع قلنا أنواع الروبيرات اثنين ربير زي ما احنا شايفين كده ربير حائط وربير أرضي وقلنا ربير حائط يسبت في الحوائط السابتة ما كالحوائط الحكومية وده منه نوعية ربير درجة أولى وربير درجة ثانية ودي الدرجة الدرجة الأولى والدرجة التانية وبيسبتوا في الحوائط وهنا هنشوف الروبير الأرضي مع بعض كده نرجع تاني كده لتوزيعه الروبيرات هنشوف الروبير الارضي كده معايا في الرسمة دي ممكن تبخليكم معايا كده في الرسمة دي ادي هنا ربير ارضي هلاقيه واخد الشكل لكده هنا مدبب من اسفل واخد جناحين هنا كده هلاقي الروبير الارضي زي ما احنا شايفين هنا ده هسبته بيتحط على مين فين بيتحط على رأس الترع والمصارف على رأس الترع والمصارف تمام يسبت فيه على رأس الترع والمصارف وهلاقي طول طول الروبير دوت طوله كده ميتين خمسة وسبعين سنتيمتر هيزهر منه فوق الارض خمسة وعشرين سنتيمتر يبقى ده ربير الارضي ده ربير الارضي وقلنا ربير الحائط بينقسم الى اتنين زي ما قلنا كده درجة اولى ودرجة تانية الدرجة الاولى بياخد الشكل السلاسي بالشكل ده كده ودي كده بي اس ام ودي الحروف الاولى من مصطحة المساحة والروبير الدرجة التانية بياخد الشكل الدائري ده كده بي اس ابل ام يبقى انواع الحائط اتنين هم ربير الحائط هيسبت في الحوائط السابتة وروبير الارضي بيتحط على رأس الترع والمصارف وروبير الحائط منه اتنين درجة اولى ودرجة تانية وروبير الارضي زي ما احنا شايفين بياخد الشكل ده كده في طوله ميتين خمسة وسبعين سنتي بيغرس منه تحت الارض كده ميتين وخمسين تحت الارض احط تحت الارض كده ميتين وخمسين سنتي وفوق الارض كم سنتي خمسة وعشرين سنتي يبقى عرفنا يعني ايه هو الروبير عرفنا توزيعه في الطبيعة عرفنا انواع الروبيرات و كده يبقى احنا موضوع الروبيرات عرفناها تمام لان هي اساس شغل في الميزانية انتهى سلسل الميزانية من خلال الروبيرات يبقى لازم تبقى عرف يعني ايه روبير يعني علامة معدنية سابتة وضعتها مصلحة المساحة في الطبيعة استرشادا بها في عمل الميزانية وزعتها ازاي وزعتها في المدن كل نص كيلو في الاراضي الزراعية كل اثنين كيلو متر في الاراضي الصحراء الترخ الصحراوية كل تلاتة وبتنقسم الى نوعين واحد حائط والتاني ارضي وزا ما قلنا ان حائط من اسمه هيسبب في الحوائط السابتة زي الحوائط الحكومية او على الكباري بيسبب بارتفاع خمسة متر من الارض وبينقسم الى نوعين روبير درجة اولى وربير درجة تانية والدرجة الاولى بياخد الشكل السداسي والدرجة التانية بياخد الشكل الدائري وده مساحة المساحة ما بتشغلش عليه او دلوقتي كل شغلها على الربير اللي هو الدرجة الاولى اما النوع التاني زي ما قلنا روبير الارض وده روبير طوله متين خمسة وسبعين سنتي بغرس بغرس منه 250 تحت الارض و25 فوق الارض وبثبته على رأس الترع والمصرف يبقى احنا عارفنا يعني ايه ميزانية يعني يعني ايه ميزانية علم وفن لما يقترنوا ببعض طلع حاجة جميلة جدا وشغل على مستوى عالي يبحث في ايجاد مقدار ارتفاعات او انخفاضات النقط اللي موجودة على سطح الارض دور الميزانية فالانتاج الزراعي دراسة طبيعة الارض لمعرفة مواقع الارتفاعات والانخفاضات بقدر من خلال ميزانية اعيي منسوب اي نقطة في الطبيعة اقدر اعمل قطعات طولية لانشاء ترع ومصارف وجسور اقدر اعمل قطعات عرضية لانشاء وترميم الترع والمصارف والطرق من خلال ميزانية احسب مكعبات الحفر والردم لتسوية قطعة ارض قطعة الارض فيها مرتفعات فانخفاضات محتاج تسويها اذا هتشيل من عالي هتحط فواتي وبانت هتحسب الكلام بكل ايضا من خلال ميزانية اقدر احدد محاور طرق عن طريق الخارقة الكنتورية واقدر انفذ من خلال ميزانية المشاريع الهندسية زي عايز حط باربخ سحارة الحياة اللي احنا اخدناها في سنة اولى طيب قلنا تعرفات مهمة لابد اكون ملين بيها وانت راجل فني مساحة زي السطح المستوي سطح جميع اجزاؤه عمودية على اتجاه الجاذب الارضي زي ما عملنا كده قلنا كده ده سطح مستوه وروحنا رمينه كده السطح ده وقع بفعل الجاذب الارضية يا ترى وقع منه حتى ولا جزء ولا لا ده كل وقع ليه لانه هو كل عمودي على اتجاه الجاذبية الارضية قلنا مستوى المقارنة ايه هو قلنا مستوى المقارنة هو المستوى اللي انت تقدر تقس منه الارتفاعات والانخفاضات اقدر اشوف العلي وادر اقس العلي وادر اقس المنخفاضات من خلال مستوى المقارنة تمام وهذا المستوى كل دولة لها منسوب معين فمصر دمهورية مصر العربية اتخذته صفر نتيجة لعدة ارصاد تم الحصول عليها لمدة 8 سنوات سنة 1898 وادخذ في مصر صفر فين؟ في المناء الشرقي بالاسكندرية اذا في البحر الابيض المتوسط يعني احد كلا يجي يقولك ايه اه هو مستوى المقارنة دا حتى من جسف البحر الاحمر لا تمشيش وراه لا يقس فين؟ في البحر الابيض المتوسط طيب كلام جيمة طيب ايه بقى؟ منسوب النقطة زي ما قلنا قلنا ان منسوب النقطة هو مقدار ارتفاعات او انخفاضات النقط طيب ما تيجي كده نعمله كده على الورقة ونشوف كده ايه ازاي الكلام دا بصوا كده معايا شباب انا عندي الارض بتاعت ايه دي سطح الارض وهنا كده المستوى هو دا بنسميه مستوى المقارنة ودي هنا بنسميها ارتفاعات وهنا انخفاضات تمام؟ بص كده معايا حبيبي انا هقس الارتفاع دا من هنا وهقس الانخفاض دا من هنا يبقى لما نجي نقول مستوى المقارنة المستوى الذي يقاس منه الارتفاعات والانخفاضات كلام جميل وعرفنا منسوبه ايه لما نجي نقول بقى منسوب النقطة ادي الارتفاعات و ادي الانخفاضات شوف المسافة من هنا الى هنا هقول على هيه مقدار مقدار ايه؟ ارتفاعات او انخفاضات النقط ما هدي نقط يا جماعة نقط مرتفعة و نقط منخفضة هي النقط دي موجودة على فين على سطح الارض يبقى هو ايه مقدار ارتفاعات او انخفاضات النقط اللي على سطح الارض تمام بالنسبة لمين بالنسبة لمستوى المقارنة كده كده كفاية لا لسه ويكون منسوب النقطة مالو موجب اذا كانت مرتفعة ومالو سالب اذا كانت ايه منخفضة يبقى لو النقطة فوق المستوى بالموجب لو تحت المستوى بالايه بالسالب تمام يبقى نقول التعريب ايه من الاول هو مقدار منسوب النقطة ومقدار ارتفاعات وانخفاضات النقطة على سطح الارض بالنسبة لمستوى المقارنة ويكون منسوب النقطة موجب اذا كانت مرتفعة موجب اذا كانت ايه مرتفعة وسالب اذا كان ايه منخفضة تمام منخفضة عن مين او مرتفعة عن مين عن مستوى المقارنة اذا هو ده تعريف منسوب النقطة دخلنا بعد كده في الربيرات وقلنا مع بعض كده تاني كده بنعيد مع بعض كده عشان الناس تتسوعب معايا الكلام اللي احنا بنقوله قلنا ان الربيرات هي علامات معدنية سابتة سابتة يعني يا شباب يعني ايه مش بتتحرك معدنية يعني ايه معمولة من المعدن من الحديد ما لها بقى وضعتها مصلحة المساحة في الطبيعة خلي بالك يبقى مصلحة المساحة حطها فين حطها في الطبيعة ليه يا باش مهندس استرشادا بها في عمل الميزاني وتوزع في الطبيعة كل نص كيلو في المدن اتنين كيلو متر في الارض الزراعية ثلاثة الاربعة كيلو متر في الطرق الصحراوية يبقى كده احنا عرفنا ازاي بتتوزع الربيرات اللي ممكن نقول عليها علامات المناسيب اللي ممكن نقول نقطة الربير يبقى ما تتلخبتش يجي وقولك عرف الربيرات ماشي عرف نقطة الربير ماشي عرف علامات المناسيب ماشي يبقى التلاتة ها؟ التعريف ماله واحد نقطة الربير هي الربيرات هي علامات المناسيب علامات معدنية سابتة وضعتها مصلحة المساحة في الطبيعة استرشادا بها في عمل الميزانية اذا انت مش هتقدر تعمل الميزانية بتاعتك الا من خلال مين؟ الربير نستدلع الربيرات ازاي؟ من خلال حاجتين دفتر الربيرات وخريطة الربيرات دفتر الربيرات وخريط الربيرات يبقى المهندس لما يروح يعمل شبكة لمواسير صرف يبقى محتاج ياخد معا ايه؟ ياخد معا الدفتر بتاع الربيرات وخريط الربيرات عشان المنطقة اللي هو فيها يقدر يحدد اقرب روبير للمنطقة دي فين؟ ويبدأ يسلسل منه الميزانية ولما نيجي ناخد مع بعض الميزانية وتدوينها وازاي نحسب مناسبها هتعرف ان اول حاجة في الميزانية لابد تكون معلومة هي الربير الاولاني او ممكن يبقى الربير الاخير وهنا بسلسل الميزانية عكسي يبقى لو الربير الاولاني عندك موجود بسلسل الميزانية بشكل طبيعي من الاول الى التاني الى التالت وهكذا طب لو الربير الاول مش موجود والربير الاخير معلوم يبقى بسلسل الميزانية تسلسل عكسي يبقى انت عرفت يا حبيبي كده ازاي نستدل على موقع الربيرات نستدل عليه من دفتر الربيرات وخريط الربيرات سؤال في صورة اكمل يمكنك الاستدلال على مواقع الربيرات من خلال نقط ونقط هتقول ايه من خلال دفتر الربيرات وخاريط البراد سؤال يقاس مستوى المقرنة في البحر الأحمر هتقول ليه خطأ يقاس مستوى المقرنة في البحر الأبيض المتوسط تستخدم الميزانية في قياس الأبعاد يطرى أفقية ولا رأسية ولا أفقية ورأسية تستخدم الميزانية في قياس الأبعاد أول حاجة هي الرأسية يبقى أبعاد الرأسية في اساس عمل الميزانية الميزانية المساحية بتاعتنا يبا احنا عرفنا كده يعني ايه الروبرات توزع ازاي ايه انواع الروبرات هنا بقى انواع الروبرات بنقولها تاني انا عندي نوعين من الروبرات ربير حائط يبقى من اسمه هتحط فين هتحط في الحائط اي حيطة اي مبنى لا طبعا يتحط في الحوائط السابتة اللي صعب انها تنهد يتحط في حيط حكومية ينحط في على كبري والمسافة او الارتفاع بتاعنا من الارض الى الارتفاع اللي هتحط عليه الروبر خمسة متر وهنا الروبر الحائط زي ما قلنا له نوعين ربير درجة اولى بياخد الشكل السلاسي وروبر درجة تانية بياخد الشكل الدائري يسبت في الحائط اما ربير الارضي وروبر الارضي طوله ميتين خمسة وسبعين سنتي يعني اثنين متر وخمسة وسبعين بأغرس منه في الارض اثنين متر ونص طب في الارض فين اي حتة لا تحط على رأس التارع او على رأس المصرف طوله ميتين خمسة وسبعين وانا بحط ميتين وخمسين اذا نفضل عندك ظهر فوق الارض اقدين يظهر فوق الارض خمسة وعشر سنتي ده بالنسبة لانواع الارضي يب احنا عرفنا الجزئية دي يعني ايه ميزانية عرفنا اغراضها عرفنا تعريفات الخاصة بالميزانية عرفنا الروبرات علامات المناسيب ايه هي بتستخدم في ايه ايه هو انواعها طيب انت بقى لما تيجي تعمل ميزانية موضوع مهم بقى نجي نعمل عايزين نعمل ميزانية ايه ادواتي ايه الحاجات اللي انا هستعين بيها في شغلي اول حاجة عندك في ادوات المستخدمة او الادوات المستعملة في عمل الميزانية هو القامة متر ميزان المهندس الجنزير واشتريط الصلب واشتريط التيل ودفتر الروبرات وخارط الروبرات والتدوليت ومحطة الرصد اللي بيقون عليها توتل استيشا تمام لكن كل شغلنا حينصب على الميزان والقامة طيب لما نجي نقول الميزان ايه هو الميزان هو الهندسية طيب جميل ايه الغرض منه انت ليه تستخدمه ايه فايدته الميزان الهندسية الغرض منه الحصول على مستوى النظر افقي يوازي مستوى المقارنة طيب ما تيجي نشوف الرسمة دي كده مع بعض و على الطبيقة كده عشان تبقى واضحة لنا وسهلة في استيعابها بص كده معي قد الارض بتاعتي الارض هي وده زي ما احنا عارفين كده مستوى المقارنة مستوى المقارنة وهنا الميزانة هو رسمة بسيط كده معي كل الناس هتلاقي ده المنظر بتاعك وهنا القامة اهي واخد الشكل ده كده بتقسمه كده لما اجا انظر من المنظر من هنا هيطلع هنا كده مستوى وهمي بنسميه مستوى النظر الافقي تمام وده مستوى المقارنة وده مستوى المقارنة هذا المستوى بيوازي ها علامة ايه دي يات علامة التوازي يبقى لما اجا اقول لك الغرض من الميزان او فيما يستخدم الميزان او مفائدة الميزان هتقول لي الحصول الحصول على مستوى نظر الافقي يوازي مستوى المقارنة والمستوى ده مستوى وهمي يا شباب بيش حاجة طالع من عينك كده راح على على القامة في المنطقة دي لا ده مستوى نظر افقي بنسميه مستوى وهمي تمام يبقى لما اجا اقول لك ايه هو الميزان هتقول لي هو آلة هندسية الغرض منه الحصول على مستوى النظر الافقي يوازي يوازي مستوى المقارنة حلوه او كده تمام يبقى حد من الشباب كده يقول لي ما الغرض من الميزان يقول لي ها الحصول على مستوى نظر افقي يوازي مستوى المقارنة تمام اقول له برافو عليك طيب الميزان ده بيتركب من ايه يبقى لما نجي نقول الميزان بيتركب من ايه اول حاجة يا شباب هيتركب منها الميزان هيتركب من هيتركب من ايه من المنظار طيب تمتيجه بص نشوف رؤية عامة كده للاجهزة اللي احنا قلناها كده معايا يا شباب تعال بص كده معايا نشوف ايه الاجهزة والادوات المستخدمة عندي هتبص تلاقي الاجهزة والادوات المستخدمة في اجراء الميزانية هلاقينا مراحة للميزان اه قدام منك ده الميزان هتلاقي نمرة اتنين القامة اهي اللي جنب الميزان هتلاقي نمرة تلاتة الشرائط بانواحها وانت طبعا في صف الاول الزراعي درست معانا الشرائط بشكل يعني مستوفي الشرائط سواء كانت شريط صلب شريط تيل اهي ده نوع منها ده شريط تيل ايضا دفتر الربيرات وخريطة الربيرات اللي احنا قلنا عليها قبل كده ودفتر ميزانية الغيط اللي انت هترصد فيه الارايات بتاعتك اللي انت خدتها وطبعا عندي بعد كده اه التدوليت ومحاطة الرصد المتكاملة اللي احنا مقول عليها التوتال ستيشن ودي طبعا يعني اه اللي همنا دلوقتي هنقوله هو الميزان والقامة والحاجات التانية طبعا دي دي الشوكة وانت خدتها سواء كان شوكة عادية او شوكة مسقلة وده وتد بتستخدمه في تعيين النقطة السابتة عندك اذا دي الاجهزة والادوات اللي انت ايه هتستخدمها في اجراء الميزانية طيب نشوف كده تاني الميزان هو جهاز الغرض منه الحصول على مستوى نظر افقي يوازي مستوى المقارنة ده تعريف الميزان والغرض منه او فائدته او استخدامه يعني ما حدش يقولك هو الغرض من الميزان ايه تقوللي الحصول على مستوى نظر افقي يوازي مستوى المقارنة حد تاني يقولك طب فيدة الميزان ايه تقف كده وتلم لا انت رجل فاهم اذا الغرض هو الفايدة هو الاستخدام الحصول على مستوى نظر افقي كلام جميل طيب زي ما احنا شايفين كده علامة التوازي اللي عندك في الرسمة هنا طيب المسافة ما بين مستوى النظر الافقي ومستوى المقارنة ده المسافة دي بنسميها منسوب سطح الميزان اللي هو بنرمزه بالرمز ميم سين ميم يوبا لما يجي يقولي ايه هو منسوب سطح الميزان او ايه هو ميم سين ميم طبعا ميم سين ميم ده رمز منسوب بسطح الميزان والرمز ده هنستخدمه كتير جدا في المسألة لما نيجي نحل لمسألة الميزانية اذا ايه هو من سطح الميزان هو مقدار ارتفاع ارتفاع مين مستوى النظر الافقي عن مستوى المقارنة يبقى لما نيجي نقول تعريف منسوب سطح الميزان او تعريف ميم سين ميم يعني احد كده اقول له ايه سؤال مثلا يعني اقولك ايه ايه هو ميم سين ميم يقول ليه ميم سين ميم هو منسوب سطح الميزان طب ماشي ما انا عارف ان هو منسوب سطح الميزان لكن انا اصدر لك ايه عرف لي منسوب سطح الميزان هتقول هو مقدار ارتفاع مستوى النظر الافقي عن مستوى المقارنة كلام جميل يبقى عرفت مصطلح مهم جدا وممكن اقولك ايه ممكن اقولك اكتب المصطلح العلمي اكتب المصطلح العلمي هو مقدار ارتفاع مستوى النظر الأفقي عن مستوى المقارنة تفكر كده مع نفسك كده وتقول الله هو ايه هو خاص بايه هتقول لي اه ده ميم سين ميم اللي هو منسوب سطح الميزاي يبقى خلي بالك لأن الأسئلة متنوعة وبسيطة ممكن يجيب لك سؤال كده شكله كبير بس الإجابة سهلة بسيطة اكتب المصطلح العلمي لكلا من ويقول لك المصطلح ويقول لك الجملة التعريف نفسه أو الوظيفة هو مقدار ارتفاع مستوى النظر الأفقي عن مصطلح المقارنة هتقول لي هو منسوب سطح الميزاي هي علامات معدنية سابتة ها المصالح لأنه هو بايه الربيرات أو نقطة الربير تمام اقول لك مثلا كمصالح علمي هو المستوى الذي يقص منه ارتفاع وانخفاض النقط هتقول لي مين؟ هتقول لي مستوى المقارنة هو مقدار ارتفاعات وانخفاضات النقط على سطح الأرض بالنسبة للمستوى المقارنة تقول لي مين؟ تقول لي منسوب النقطة يبقى السؤال له كذا طريقة اقدر اقول لك عرف كل مما يأتي منسوب نقطة مستوى مقارنة ربيرات سطح المستوي الميزان من مين سنين واقدر اقول لك اكتب المصالح العلمي لكل مما يأتي كذا وكذا 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 تمام؟ يبقى عرفنا يعني ايه ميزان طيب لما نجي نقول لما نجي نقول بعد كده اخلي بالك معي بالشراحة اللي جاي ديك الميزان بيتركب من ايه؟ مما يتركب الميزان يتركب من الاتي اول حاجة عندي المنزار المنزار اللي انت هتبص منه اهو قدام مني كده على الشراحة المنزار والمنزار يتكون منه عدسة عينية وعدسة شيئية وعدسة اضافية مسمار التطبيق وحامل الشعرات العدسة العينية ودي وظيفتها ايه؟ الحصول على صورة معتدلة مكبرة وحيطة معتدلة دي هنعرفها لما نجي ناخد القامة الحصول على صورة معتدلة مكبرة طيب والشيئية للحصول على صورة معتدلة مصغرة والاضافية بنسمعها عدسة مساعدة لتغيير البعد البقري للشيئية حسب بعد الجسم طيب مسمار التطبيق لإظهار وتوضيح صورة القامة طيب وحامل الشعرات عشان يحدد محور المنزار ايه؟ استخدمه لتوجيه المنزار في اتجاه معين طيب يبقى خليك كده معي بقى نقول تاني حتة المنزار دي مع بعض كده خليك معايا نقول حتة المنزار احنا قلنا المنزار عبارة عنه اللي انا هبص منه كده اللي انا هبص منها دي عدسة عيني والتانية دي عدسة شيئية تمام؟ طيب يبقى العدسة العيني دي وظيفتها ايه؟ الحصول على صورة معتدلة مكبرة والشيئية بتديني صورة معتدلة مصغرة تمام؟ تمام طيب افرد انا ببص كده من المنزار بس مش شايف الرؤية مغشلقة مش واضحة عندي اعمل ايه؟ عندك مسمار في الجنب اسمه مسمار التطبيق اسمه مسمار التطبيق انا ببص من هنا كده يا شباب فمش شايف كويس فهبدأ احرك مسمار التطبيق ده يا اما للامام يا اما للخلف زي بالزبط واحد يجي كده اي من النوم فشايف الدنيا مغشلقة كده مش شايف كويس فاعمل في عيونه كده انا شايف كويس هو ده مسمار التطبيق هتحركوا لقدام الامام او تحركوا للخلف يوم يظهر عندك بمنتهى الوضوح كأن القامة قدامك بالزبط تمام؟ تمام طيب احنا عرف ما كده العدسة العينية خلي بالك معايا عشان احصل على صورة معتدلة مكبرة والشيئية عشان احصل على صورة معتدلة مصغرة ومسمار التطبيق عشان يظهر لي صورة القامة يوضح حالي الرؤية مش واضحة من خلاله طيب كلام يمين ايه كمان عندك؟ عندك حامل الشعرات طيب تعالوا بسوا كده نشوف مع بعض كده حامل الشعرات كده على الورقة كده رسمة له كده عشان نقدر نستوعبها مع بعض خليكم معي هان حامل الشعرات هوا حامل الشعرات عبارة عن ايه قرص زجاجي هوا هذا القرص الزجاجي محفور عليه التلات شعرات دول والتلات شعرات افقية وشعره رأسية يبقى ازا حامل الشعرات هوا دع قرص زجاجي قرص زجاجي محفور عليه شعره اتنين تلاتة افقي وشعره رأسي انا برصد الاراية خلي بقى دي هسميها الاول كده معي ركز هسميها ايه الشعر الوسط ودي بسميها الشعر العليا ودي بسميها الشعره السفلاء وديت شعره رأسي يبقى احنا بنقوله قرص زجاجي محفور عليه شعره اتنين تلاتة افقي وشعره ايه رأسي تمام انا برصد الاراية على الشعره الوسطى انما العليا والسفلة دي اسميهم بشعرات الاستادية شعرات مين الاستادية طب انت بترصد على الشعر الوسطى طب العليا والسفلة شعرات الاستادية دول بيستخدموا في ايه ده ان شاء الله حبيبي الحلقة القادمة نقولها مع بعض ونراجع على اللي احنا خدناه من اول دور الميزانية او تعرفها واغراض او اغراضها والتعرفات الخاصة بالميزانية والربرات وانواع الربرات ودخولا على الاجهزة والادوات المستخدمة في عام الميزانية ابناء الطالبة اشوفكم قريب ان شاء الله في الحلقة القادمة عند ناس تبقى فاكرة معي عند ايه عن شعرات الاستادية بيستخدموا فيه شكرا سعيدت بوجودة معكم موسيقى